منذ إبريل من هذا العام عقدت جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني ست جولات من محادثات فيينا وناقشت كيفية رفع العقوبات الأمريكية عن إيران وإعادة الأطراف المعنية للوفاء بالاتفاق النووي الإيراني وفي وقت مبكر من يوليو هذا العام قالت إيران إن حكومة رئيسي ستواصل المحادثات ذات الصلة هذا ولم يكشف أي طرف بعد عن تاريخ الجولة التالية من محادثات فيينا لكن المحلل السياسي الإيراني مصطفى خوشا جشم قال إن نافذة المفاوضات لم تغلق لكن الجمود الحليف المفاوضات سببه هو عدم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حول القضايا الرئيسية على الرغم من أن المحادثات لم تنتهي بعد إلا أنه يمكننا استنتاج أن الولايات المتحدة لم تكن أبدا صادقة في المفاوضات ولا تزال لديها فرصة أخيرة للوفاء بشروط إيران وتنشيط الاتفاق النووي الإيراني في حينها ستكون قد خطت خطوة فعالة وقائمة على الحقائق كما أن إيران بحاجة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية حقيقية من خلال تنشيط الاتفاق النووي الإيراني قال المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي في خطاب ألقاه في نهاية يوليو الماضي إنه لا يمكن الوثوق بالدول الغربية وقد أثبتت التجربة السابقة أن الولايات المتحدة لن ترفع بالفعل العقوبات عن إيران سواء الآن أو في المستقبل ويعتقد خوش جشم أنه عندما تستخدم الولايات المتحدة العقوبات كوسيلة رئيسية لاحتواء إيران فإن إرادة رئيس ستضع استراتيجيات أكثر تفصيلاً وستواجه الولايات المتحدة بموقف أكثر صرامة خوش جشم قال أيضاً إنه في الوقت الذي ستظهر فيه الولايات المتحدة الجدية الأكثر ستولي إدارة رئيس مزيداً من الاهتمام لتبادلات الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة لتقليل تأثير السلبي للعقوبات الأمريكية وفي الوقت نفسه ستعمل الحكومة الجديدة على تعميق تعاون السياسي والاقتصادي مع جميع الدول الصديقة في العالم في الواقع تتضمن استراتيجية رئيس الدبلوماسية تنفيذاً جاداً وفورياً وتعاوناً استراتيجياً مع الصين وروسيا ودول أخرى وسيكون هذا هو التركيز الأكثر أهمية في سياسته الخارجية وليقتصر هذا فقط على وضع استراتيجيات في مجال السياسة والأمن وإنما أيضاً يمكن للطرفين مساعدة بعضهم البعض اقتصادياً ترجمة نانسي قنقر